مجيباً بها والله تعالى المفاسد تقليدها إبراهيم عليه السلام ناظر فأي شيء في مسأل عقادية ناظر النموذ بن كنعان لما قال إن الله يأتي بالشمس والمشرط فأتي بها من مغرفة بهت الذي كفر الله وعيد القوم الضالمين فإبراهيم عليه السلام ناظر في مسأل عقاد لكن هنا مصلحة راجعة ما هي ما كان مؤمن إلا إبراهيم إلا إبراهيم وزوجه فالمناظرة تنفع ولا تظر لأنك على أرض أهل بدع أو هناك أرض أهل الكفار أنا أفترض أن الإيرانيين فرداً دعوا رجلاً سنياً سلفياً يناظرهم على أرضهم وفي قاعة غير مسجلة يعني لا يستمع لها إلا الرافضة هذه مصلحتها طيبة لأنك رابح إما تشكك أو تظهر أما المناظرات العامة هذه لا تنفع مدين الآن كثير من الناس يعني عندنا كثير من قليل يعني أكثر الناس مرأ الرافضة يسمعون بالرافضة الرافضة العم اليهود حتى عندنا إذا بيضربوا مثل بسور رجلي قال يا أخي أنت رافضي يعني هذا أشد شيء يصب الرجل ثم إذا وجد رافضي مناظر سنيا ثم أخذ الرافضي أتي بأدلة قالوا الله عجيب يعرفون الأدلة يعني أنا أضعفت في قلوبهم بغض من الرافضة وقاعدة شرعية مهمة حفظ رأس المال مقدم على الربح ذكر هذا بالهبيرة ونقل عنه بالحجر فتح الباري لما قال إن عليا ترك قتال كفار على حدود واشتغل بالقتال خوارج قال لأن في هذا وقالوا في هذا أن حفظ رأس المال مقدم على الربحة فلذلك المناظرات مذنومة ولا يصار إليها إلا إذا غلبت المصلحة ومن المصلحة في هذا الزمن أن العزبيين غلبوا في القنوات وخدعوا كثيرا من المسلمين سواء في السعودية أو غيرها فلو تيسر أن سنيا سلفيا يكسرهم أمام الناس وبإنضلالهم هذا في خير عظيم لأن سينقض أكثر الناس الذين وقعوا فيه براثين حزبية ومستنقعها بخلاف لو كان الناس على ماذا؟ على السلفية ولا تأنثب حزبية لا تصمر فإن مناظراتهم لا تصحوا السلف في وقتهم ما يناظروا لأن السنة ماذا؟ ظاهر لكن أحمد لما استدعي أمام المعتصم ناظر أو لم يناظر؟ ناظر لأن المعتصم تأثبهم والموجودهم أصحابه فيه بذل الحق فإذاً وبالعباس ناظر الخوارج لكن ناظرهم على أرضهم ولا على أهل السنة؟ على أرضهم وعلى هذا فقس شكرا 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 شكرا